ما هو العامل المشترك بين البيض، أنواع اللحوم، منتجات الحليب، الصوية، والبقوليات، والمكسرات؟ هذه هي مصادر البروتين الأكثر توفراً في طعامنا ولكن هل تساءلت أيها أفضل لتلبية احتياجات الجسم؟ وما هي الكميات المثالية وأفضل وقت لاستهلاكها في اليوم؟ وهل تعلم أنه بمجرد استهلاك البروتين بشكل صحيح يمكن أن يرفع أداءك البدني والذهني للضعف؟ السلام عليكم، أنا الدكتور فارس عرب، وهذه الحلقة عن البروتين، أنواعه، كمياته، وأهميته للصحة إذا انت جديد معنا، ياريت ما تبقى بالاشتراك بقناة سكون ميد كتشجيع للاستمرار بشرح كافية توظيف الطب لتحسين نمط حياتك اليومي وأعطيها الفيديو لايك لمزيد من هذا المحتوى، ويلا نبدأ لعكس المركبات الكربونية المنتجة للطاقة مثل الدهون والكربوهايدروتز لتميز البروتين باحتوائه على عنصر النيتروجين في تركيبه لذلك يستخدم ليصنع جميع خلايا جسم الإنسان، العضلات، الأعصاب، الشرايين، الأعضاء الحيوية، بما في ذلك مكونات الدم والأنزيمات والهرمونات التي تتحكم في جميع التفاؤلات وتكمن وراء أي وظيفة تحصل في الجسم على أي مستوى كان وحتى المورثات الجينية أو الـ DNA مصنوعة من البروتين لذلك يعتبر البروتين أهم عنصر غذائي في مكونات طعامك ولا ترغب أن تنساح الصدق اليومية من البروتين أولا ما هو البروتين؟ البروتين هو تجمع كتلة من جزيئات أصغر تسمى الأحماض الأمينية أو أمينو آسيدز ويوجد 20 نوع منها فقط 16% من وزن جسم الإنسان هو بروتين وهذه ثاني أعلى نسبة بعد الماء لذلك توفير الأحماض الأمينية يجب أن يكون الأولوية في أي نظام غذائي تتبعه بعد الماء إذا أردت الحفاظ على جسم خالي من الأمراض لأنك بدون البروتين لن تبني أي خلية في جسمك ما هي كمية البروتين المطلوبة؟ تختلف كمية البروتين التي يحتاجها الشخص في اليوم بناء على العمر، الجنس، الوزن، والنشاط البدني بشكل عام يحتاج الإنسان لاستهلاك متوسط 1 جرام لكل كيلو جرام من وزن جسمه في اليوم الواحد وحسب إرشادات إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أو الـ FDA الحد الأدنى اليومي هو 0.8 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم والحد الأعلى يصل لحد 1.6 جرام للرياضيين فمثلا إذا أردنا حساب كمية البروتين لرجل وزنه 70 كيلو جرام في يوم العطل أو الراحة فهو بحاجة إلى 70 جرام من البروتين وموزع على ثلاثة وجبات في هذا اليوم وإذا قام بممارسة عمل أو تمرين بنشاط متوسط في اليوم التالي فهو بحاجة إلى 91 جرام من البروتين كيف نحسب كمية البروتين في الطعام؟ قد تعتقد بأن حساب وزن قطعة اللحم على وجبة الغداء كافي لحساب كمية البروتين في نظام الغذائي للأسف الأمر ليس بهذه السهولة قطعة اللحم ليست بروتين صافي في الواقع لا يوجد طعام في الطبيعة مصنوع من بروتين صافي أو لين بروتين فجميع الأطعمة مصنوعة من خليط من الماء والألياف والتهون والمعادن والكربوهيدرات وبعض البروتين احتفظ بسجل غذائي لمدة أسبوع سجل ماذا وكم تأكل وتشرب ويفضل أن يكون الحساب قبل الطهي لأن الطهي يغير وزن الطعام بإضافة الماء أو إزالته بعد ذلك قم بمراجعة كمية البروتين في كل طعام استهلكته إما باستخدام ملصقات الطعام أو عن طريق البحث عن محتوى الطعام على جوجل أو استخدم أحد تطبيقات لهاتف الذكي فمثلا للحصول على 70 جرام من البروتين الموزع على ثلاثة وجبات عليك استهلاك 24 جرام بكل وجبة على سبيل المثال للحصر 4.5 بيضة تحتوي على 24 جرام بروتين أو 80 جرام من الجبن أو 120 جرام من الدجاج أو 130 جرام لحم مائز أو 120 جرام توفو أو 95 جرام من العدس أو 135 جرام من المكسرات وهكذا جميع هذه الحصص تحتوي على 24 جرام بروتين ولكنها مختلفة باستعرات الحرارية وجودة البروتين وبالطبع بإمكانك خلط أي من هذه المواد على أي وجبة حسب رغبتك ما هي مصادر البروتين عالية الجودة؟ جودة مصدر البروتين تعني مقدار اعتوائه على الأنواع المختلفة للأحماض الأمينية الطعام الذي يحتوي على 20 نوع من الأحماض الأمينية يسمى بروتين كامل ويسمى عالي الجودة إذا يمكن هضمه بالكامل بحيث تمتص الأمعاء جميع الأحماض الأمينية عند تناول هذا المصدر في المرتبة الأولى من جودة البروتين يأتي البيض واللبن ومستخلص بروتين الحليب وهو الكيسين والوي بروتين وفي المرتبة الثانية تأتي اللحوم ومنتجات الصوية والفطر وفي المرتبة الأخيرة تأتي البقوليات مثل الحمص وأنواع العدس والمكسرات والبدور ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن هذا التصنيف قد تم في ظروف طبيعية المواشي والدواجن في وقتنا الحالي أصبحت سلع تجارية وتستهلك الكثير من المضادات الحيوية وتتغذى على الأعلاف المعدلة وراثيا وتحقن بالهرمونات الاصطناعية مثل الاستروجين وهذا يقلل جودة البروتين وإمكانية امتصاصه بصورة مخيفة النصيحة هنا هي البحث عن المصادر الطبيعية للمنتجات البروتينية واستهلاك منتجات الحيوان التي تتغذى على العشب أو ما يعرف باسم البلدي الذي يأتي من المزارع المحلية مباشرة ما هو أفضل وقت لاستهلاك البروتين من المثير الاهتمام أن جسم الإنسان يمكنه فقط استخدام القليل من البروتين في كل مرة تتناول فيها الطعام تناول 3 إلى 4 وجبات متباعدة بشكل متساوي تحتوي كل منها على جزء من احتياجك اليومي من البروتين بهذه الطريقة توفر بروتين كافي بمعدل قابل للاستخدام لتحقيق أقصى استفادة من البروتين تناول كمية كبيرة من البروتين في الوجبة الواحدة سيخزن كدهون ويرفع سكر الدم أفضل أوقات تناول الوجبات هي بين الساعة السابعة والتاسعة صباحاً 12 إلى 2 ظهراً و 6 إلى 7 مساء ما هي أعراض نقص البروتين؟ عدم تناول أو سوء امتصاص ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي يسبب أعراض ظاهرة فمثلاً ستشعر بالجوع سريعاً بعد تناول الوجبة فقيرة البروتين وسترغب بتناول السكريات ومع الوقت تبدأ الكتلة العضلية بالانكماش وتشعر بالتعب وألم المفاصل ويعاني الشخص من تساقط الشعر وتكسر الأظافر وجفاف الجلد وفي الحالات المتقدمة تتراقم السوائل خاصة في القدمين والكاحلين وفقر الدم خاصة عند النساء والنمو البطيء عند الأطفال هل كثرة البروتين يضر الجسم؟ استهلاك كميات كبيرة من أي عنصر غذائي بفترات طويلة دائماً مصحوب بالمخاطر حسب الأبحاث الحالية تناول كميات تتراوح بين 200 إلى 400 جرام من البروتين يومياً يؤدي رقم واحد إلى شحهم الكبد تبدأ الأعراض برائحة الفم الكريهة واضطراب النوم بسبب ارتفاع الفوسفور في الدم وبما أنه لا يوجد بروتين صافي في الطبيعة فإن السعرات التي تأتي مع كثرة البروتين سوف تؤدي لتخزين الدهون وبالتالي تشحهم الكبد وأمراض القلب أيضاً كثرة البروتين الصافي مثل اللحم منزوع الدسم وبيض البيض والوي بروتين تسبب السكر النوع الثاني ليس هذا فحسب بل يسبب هشاشة العظام وتسارع نبضات القلب بسبب فقدان الكالسيوم بشكل مفرط وقد يسبب الإمساك لأن مصادر البروتين منخفضة الألياف وكثرة النيتروجين مدرة للبول فتسبب طرح مفرط للسوائل وبالتالي إجهاد للكلا وتكون حصوات والنقرس بالمفاصل أما تناول الكثير من منتجات الألبان أو الأطعم المصنعة يسبب الإسهال وكثرة تناول اللحوم الحمراء مرتبط بزيادة الدهون المشبعة والكوليسترول وبالتالي زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم وسرطان القولون والثدي وسرطان البروستات بناء العضلات ورياضة كمال الأجسام عندما تمارس رياضة بهدف بناء العضلات يجب أن ترفع استهلاك الأحماض الأمينية إلى 1.6 جرام لكل كيلو من وزن جسمك مع مراعاة حساب السعرات الحرارية لبناء أنسجة جديدة ولا تنسى أنه يجب توزيع كمية البروتين اليومية على ثلاثة إلى أربعة وجبات في اليوم ولكن النصيحة هنا هي عدم استهلاك مساحيق البروتين المروج لها في صالات الجيم مثل الوي بروتين وهو بروتين عالي الجودة سريع لابتصاص والكيسين أيضا بروتين عالي الجودة وهو بطيل الامتصاص ولكن المشكلة أنها بروتين صافي ومزود بالكثير من السعرات الحرارية والسكر واستهلاكها بدون وجبة متكاملة ينهك الكبد ويرفع خطر الإصابة بالسكري إذا لم تكن رياضي محترف وتتبع نظام غذائي مدروس مسبقا الأفضل هو توفير ثمن هذه العلب لاستثمارها بمصادر بروتين رخص ثمنا وأعلى جودة وتناولها بوجبة متكاملة وأخيرا لا تربط وقت تناول البروتين بوقت التمرين لأن بناء الأنسجة العضلية يحصل بعد 24 إلى 72 ساعة بعد التمرين لهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة للمزيد من الحلقات تابعني على اليوتيوب والفيسبوك والانستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن نروحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر